السلام عليكم ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا لو اول ما راتشوا في القناة ياريت تدوسي لايك واريت تشتركي في القناة واتفع علي الجرس عشان يوصلك كل جديد النهاردة ان شاء الله شايفيني الكيكة شكلها حل وقوي قوي اسمها كيكة السبع معالق هنعملوها مع بعض وكمان هتعجبكو جدا طبعا انا كنت عاملها عند اختي مش في البيت عندي فان شاء الله هتعجبكو قوي قوي كل حاجة سبع يعني سبع معالق سكر سبع معالق لبن سبع معالق زيت وثلاث بضاط ورشة فانيليا والمفروض سبع دقيق بس انا علشان هعملها بالشوكولوطة يعني بالكاكاو فهحط اربع دقيق وتلاتة من الكاكاو الخام وكمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح بصوا هنا بتديت اهو احط طبعا انا دخلة دقيق ونخلت كمان اهي الكاكاو وحطيت عليهم ايه معلقة البيكنج بودر وكمان اهو رشة من السكر ونقلب كويس قوي قوي عشان ندمجهم مع بعض كيكة دي حلوة قوي قوي واقتصادية وحتعجبكو جدا جدا وطعمها بجد طحفة وكمان هنعمل مع بعض سوس الشوكولاتة مع بعض بصوا هنا جبت الخلاط هحط في ايه بقى تلات بيضات وهنحط معايا الفانيليا وسبع معالق من السكر طبعا اللي احنا حطينه برضو نضربهم كويس بعد ما ضربناهم ننزل باللبن وبعدين بالزيت وندربهم مرة تانية تمام طب ننزل بقى بيهم كده بالمواد السيلة ديت على المواد التانية اللي هو دقيق ونقلب كويس قوي تمام لحد ما يندمجوا بصوا مع بعض ازاي الشكل بصوا طحفة طبعا جبت البايركس بتاعي وكمان دهنتوا من الزيت كده بالروحة كده زيت تعمليت لهنية بعد كده ننزل بالخليط بتاعنا كله بصوا طبعا بتكون يمشي غلى الفرن على درجة حرارة 180 من قبل طبعا ما تعملي الكيكة عشان الفرن لازم يكون سخن وحنبتدي ان احنا ندخلها على فرن 180 بصوا كده بعد لما طلعناها بصوا شكلها حلو ازاي اه بنبتدي بقى نعمل فيها ايه بنبتدي نعمل فيها فتحات كده تهوية للكيكة علشان تبقى طرية لما نيجي اه ناكلها من جوة لان طبعا احنا لسه هنعمل فيها حاجات تانية لسه هنحط فيها سوس الشوكولاتة اه طبعا يا بنات سوس الشوكولاتة اللي انتو هتشوفو دلوقتي دوت طب استنوا هقول لكم الاول بصوا هنرش عليها كده زي ما انتو شايفين اه شوية من اللبن علشان يطريها من جوة تمام تفضلي كده ترشي ترشي عليها ده هيخلي الطعم روعة وهشة جدا من جوة اه سوس الشوكولاتة يا بنات اللي احنا هنشوفو دلوقتي دوت اه انا عاملية برضو اه هتلاقوا الطريقة برضو في الفيديو ان شاء الله مردتش احطها لكم في الاول يعني قلت خليها في في الاخر السوس دوت هتلاقوه برضو في نفس الفيديو بص شكله حلو قوي قوي وطريقته سهلة ومكوناته بسيفة جدا تقدري عادي تعمليه في البيت وتطلعي منه بصوا احلى سوس اقتصادي كمان بصوا اه حنبتدي دلوقتي بقى نحط السوس ده كله على وش الكيكاية كده من فوق تمام عايز اقول لكم بتديها طعم يعني حكاية والشكل طبعا زي ما انتو شفتو في اول الفيديو اه روعة انه عندك حد وقدمتي كده الكيكا دي تحفى بجد بصوا ابتديت اهو نفرد كويس اوي اوي الشوكولاتة تمام بعدين بتدخليها الفرن اه تقعد بقى زي ما انت عايزة ساعة ساعة ونص يعني لحد ما الشوكولاتة تتماسك خالص على الكيكا تمام شايفين شكلها حلوة اوي اوي ازاي طبعا بتفضلي كده تقليبي في البايركس بتاعك او في الصينية بتاعتك بالراحة علشان اه الفتحات اللي احنا عاملنا هتنزل فيها السوس بتاع الشوكولاتة تمام اهي شكلها طبعا بصوا ده كده شكلها بعد ما تلعت من التلاجة بعد ساعة بالزبط بعد ما قاعدت ساعة بالزبط لانها تمسكت اه وتمام فابتدينا ان احنا بقى ايه نقطعها بصوا شكلها روعة بجد يعني مش قادرة اقول لكم الطعم فضيع شايفين شكلها حكاية هقول لكم بقى دلوقتي ازاي نعمل سوس الشوكولاتة علشان برضو اه لو حد عايز يعمل الكيكا يبقى عارف ازاي يعمل سوس الشوكولاتة اه هو سهل جدا جدا بصوا كمان ما لزقتش ازاي روعة بجد اه بتمنى ان انتو تجربوها سوس الشوكولاتة بقى بنعمل اه نص كباية من الزيت وكمان اه نص كباية من اللبن اه ونص كباية من السكر وتلات معالق من الكاكاو الخام يعني كل حاجة يا بنات نص كباية الزيت او اللبن او السكر نص كباية وتلات معالق من الكاكاو الخام تمام؟ هي طريقة سهلة قوي 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 بجد يا بنات بس السكر ما يكونش سكر اللي هو الخشن لا سكر لازم يكون نعم يكون سكر اللي هو مضروب تدربيه مثلا في المطحنة او سكر اللي هو النعم خالص لكن الحبيبات ما ينفعش تمام طيب هنجيب دلوقتي بقى الخلاط وننزل بايه بقى مننزل بالمواب بتاعتنا الزيت واللبن تمام والسكر لا هننزل بصوا يا بنات باللبن الاول وبعدين ننزل بالسكر وننزل كمان بالتلات معالق من الكاكاو طيب والزيت بصوا اهو تلات معالق من الكاكاو طيب والزيت هنعمل في ايه الزيت انا مش هحطه كله تمام مش هحطه كله نص كوباية يعني هحط كده شوية بصوا هحطه شوية قد ايه كده ايوه بس هو هضرب الخليط مع بعضه ولو لقيته محتاج مني ان انا احط زيت طبعا دي حاجة بتبقى بالنظر يعني هتحطي لقتي خلاص مش محتاج مش هتحطي بس هو في الاغلب حيبقى محتاج الزيت لان انا حطيته يعني بسوا بسوا شكل السوس ما شاء الله طحفة بجد بتمنى ان انتي تجربي وتقولي لي رأيك ايه في الكيكا دي دي كيكة السبب معالق طحفة جدا وان شاء الله يعني الايام الجاية هعمل لكم حاجات كده كتير بس طبعا هي بمساعدة اختي لان هي شطرة جدا في الحلويات ايه وبتمنى الفيديو يعني يعجبكم شايفين شايفين الصوس حلو ازاي يا بنات طحفة وطعمه بجد روعة يعني تسلم ايدي و ايديها لان احنا الاتنين طبعا عاملينو مع بعض فبتمنى يعجبكم